اشتركوا في القناة تداول الكثير من نشطة وسائل السوشال ميديا نشرة اخبارية تحدثت عن سبب وفاة مصطفى منجا المفاجئ في مستشفى خليج المكسيك المعروف على نطاق واسع عبر مقطع الفيديو المبتسم الذي نشره وكثيرا من المستخدمين على فيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل السوشال ميديا عبروا عن عبارات الرحمة على صفحات التعزية والصلاة وافاتت وسائل السوشال ميديا مساء اليوم بوفاة الشاب ميتو واطلقت حملة مسامحة وفي المنشورات التي وزعها نشطون على نطاق واسع نتجت وفاته عن عينية كما كان يأكل عندما اصابه عين وتشير هذه الصفحات أنه شعر ببعض التعب خلال الأكل ولم يتمكن من الأكل ثم أصابه الإرهاق واضطر كل الأفراد الأسرة لنقله للمستشفى ولم يعرف سبب معاناته كما هو مذكور في الصفحات في حال تلقينا معلومات عن شعب متوفي سنزودك بمعلومات مفصلة ترجمة نانسي قنقر